افتتح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاه نفيسة العلوم وتفقد فخامة الرئيس السيسي أعمال تطوير المأسورة اللي في المسجد وطبعا قام بتأدية الصلاة في هذا المسجد الجميل والرائع والقريب والمحبب للنفس والروح بعد كده فخامة الرئيس استمع لتلاوة من آيات القرآن الكريم ثم ألقى كلمة آسف سلطان البهرة ألقى كلمة في كلماته سلطان البهرة الحقيقة عبر فيها عن شكره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعن ساعته للمشاركة في أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة كمان سلطان البهرة مفضل سفي الدين أعرب عن ساعته الشديدة بقيام فخامة الرئيس بمنحه وشاح النيل زي ما كنا بنتكلم في هذا الموضوع امبارح لأنه اعتبر أنها هذه بادرة كريمة تعزز الروابط وتمتن العلاقات اللي بتجمع بلاده بجمهورية مصر العربية على مدار أعوامه ترجمة نانسي قنقر